موسيقى صباح الخير ونستهل النشرة بالعنوين موسيقى وتبين للأمريكيين أن زيادة خنق لبنان في هذه المرحلة مطلوبة نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم يؤكد للميادين أن الانتخابات اللبنانية حاصلة في موعدها المقرر وأنه لا يوجد سبب لتأجيلها لقاء نداء القدس في بيت لحم والقدس المحتلة ومؤتمر فلسطين قضية الأمة المركزية في صنعاء يؤكدان الوحدة ضد الاحتلال ورفض التطبيع لفروف يؤكد أن موسكو تسعى لتقليل مخاطر النشو بحرب نووية واجتماع مرتقب لأربعين دولة في ألمانيا بتنظيم أمريكي لتنسيق دعم كييفا صنعاء تفرج عن طاقم السفينة الإماراتية تلبية لوساطة عمانية وتؤكد جهزيتها للسلام المنصف والعادل كما جهزيتها للتصدي في أول التعليقات الرسمية البيت الأبيض يعرب عن قلقه من قوة تأثير منصات التواصل الاجتماعي بعد الإعلان عن شراء ألون ماسك موقع تويتر أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن الولايات المتحدة لا تجد مشكلة في تجبع الشعب اللبناني من أجل تحقيق سياساتها وهي تمنع عنه مشاريع الكهرباء والغاز وفي حوار مع الميادين اتهم قاسم السفارة الأمريكية في لبنان بقيادة توجه لاستهداف المقاومة لاحظنا أن الأمريكيين درسوا الموضوع وتبين للأمريكيين أن زيادة خنق لبنان في هذه المرحلة مطلوبة وبالتالي اليوم هن اللي أوعزوا للبنك الدولي أن لا يعطي القرض وهن اللي قالوا للمصريين إذا أعطيتم من دون ورقة هذا يعني أنكم تخالفون القانون قانون قيصر والأردنيين نفس الشيء المشروع هو ضرب الاتجاه المقاوم في لبنان ورأسه حزب الله وهذا بدأ من 17 تشرين عندما استغلت السفارة الأمريكية ومعها بعد سفارات الخليج هذا الحراك الشعبي الصادق والصافي نعم وصلوا إلى قناع الآن أن قلب المعادلة غير متيسر هم يجتمعون في السفارة الأمريكية ويأخذون تعليمات من السفارة الأمريكية وعلى رأس الاهتمامات تصويب البوصلة ضد سلاح حزب الله الشيخ قاسم أكد التزام حزب الله بما تجمع عليه الحكومة بشأن ترسيم الحدود البحرية وجدد إعلان موقفه حزب الله الرافد للتطبيع برا وبحرا وجوا ما تقوله الحكومة مجتمعة حول الترسيم هو الحدود البحرية وبالتالي نحن منتبناها على هالأساس إذا كان وصل المبعوث الأمريكي إلى فكرة تقول بوجود شركة تأخذ من حق المشترك وتوزع بين الطرفين وتعقد اتفاقات بين الكيان الإسرائيلي ولبنان هذا تطبيع حتى لو كان مدخل اقتصادي حتى لو كان مدخل من البحر نحن ضد التطبيع برا وبحرا وجوا القرار الحقيقي هو في داخل مجلس الوزراء عندها ندلي برأينا ورأى قاسم أن الانتخابات النيابية حصلت في موعدها وأنه لا يوجد أي مبرر لتأجيلها من يتجرأ أن يقف بوجه هذه الانتخابات النيابية؟ أولا استحقاق دستوري ثانيا كل الاستعدادات قامت على هذا الأساس ثالثا كل التعبئة الإقليمية والدولية والمحلية قامت على أساس إجراء الانتخابات إذن كيف لا تجري الانتخابات؟ أنا بأعتقد الانتخابات حاصلة في موعدها لا يوجد أي مبرر لتأجيلها والأحداث التي نراها هي أحداث محدودة ولها أسبابها نائب الأمين العام لحزب الله أكد أن الحزب لا يسعى للفوز بالأكثرية نيابية مشددا للميادين على أن ما يهم الحزب هو الحصول على حضور وازن يمكنه من إحداث التأثير المطلوبة تقديراتنا أنه هن ما بيحصلوا على الأكثرية ممكن يحصلوا على قسم غيرهم على قسم آخر أقسام متفاوتي بس إذا بعضهم سأل هل يعني هذا أنه إذا هن ما حصلوا على الأكثرية أنتوا بتاخدوا الأكثرية أنا بحب أقول نحن لا يهمنا حصلنا على الأكثرية أم لم نحصل لكن بالتأكيد سنحصل على وضع وازن جدا وهذا الوضع الوازن كافي ليجعلنا نستمر في حضورنا وتأثيرنا وعدم أخذ البلد إلى المسرح الأمريكي الإسرائيلي وعن الحوار الإيراني السعودي وصف قاسم هذا الحدث بأنه إيجابي مبديا تشجيع الحزب لهذه الخطوة وأتمنياته باستمرارها الحوار الإيراني السعودي إيجابي ونحن نشجع عليه ونتمنى أن يتواصل وأن يصل إلى مستوى نقاش سياسي ديبلوماسي أمني بكل المعايير لأن إيران والسعودية يستفيدان بكل المعايير من الاتفاق والتفاهم وكل دول المنطقة ينعكس عليها هذا التفاهم فنحن نشجع عليه كيف يبدو المشهد اللبناني على بعد أقل من ثلاثة أسابيع من الانتخابات النيابية حدث غرق المركب المأسوي قرب ترابلس حرك في الشارع خطابا يضع إلى تأجيل الانتخابات فهل يعكس غضبا شعبيا أم استغلالا سياسيا لواجع اللبنانيين تقرير أوغاريد دندشو القصة في لبنان دائما كما يقولون شعبيا ليست رمانة إنما قلوب مالآن وفي زمن الانتخابات تمتلئ القلوب وتكثر المشاريع ولا تكاد تسأل مسؤولا أو مواطنا حتى يقول لك إن الانتخابات تعطل فقط بحدث أمني كبير عنوان فطفاض وشماعة تحتمل تفسيرات عديدة ومشهد ترابلس أمس وبدرجة أقل حادثة عائشة بكار لا يخرجان عن هذا الإثار فعلى إثر حادث إنساني أليم كغرق المركب خرجت مجموعات إلى الشارع بسلاحها تنطق بخطابات ارتفع سقفها فوق حدود المأساة إلى الحديث عن إلغاء الانتخابات ومهاجمة البعض لفريق سياسي ورئيس الجمهورية مشهد يتناقض مع دعوات بعض داعمي هذه المجموعات خلال السنوات الماضية التي حملت شعار إجراء انتخابات مبكرة والحديث عن تغيير كبير سيطرأ على المجلس النيابي لكن ضباب التصريحات النارية التي تلت حراك السابع عشر من تشرين نقشع وأظهرت الوقائع على الأرض واستطلاعات الرأي وتثبيت تحالف حزب الله التيار الوطني الحر مدعما بحركة أمل ولو انتخابيا أظهرت أن حسابات الصناديق لن تتوافق مع طموحات أصحاب الشعارات الثورة والتغيير المدعمة بتحريض الغرب وبعض العرب وتحديدا بعض الخليج التي تستهدف فريق المقاومة وسلاحها كعنوان وحيد جامع لخوض الصباق الانتخابي ردة الفعل في الشارع الطرابلسي وإن هدأت نسبيا اليوم إلا أنها مؤشر على أن الأيام المتبقية إلى حين الوصول إلى الاستحقاق النيابي لن تكون سلسة وأن أي حادث إنساني أو اجتماعي لن ينجو من التسييس والاستغلال السياسي أما أدوات هذا الاستغلال فيبدو أنها جاهزة ومستعدة للتحرك في أي لحظة هذه التطورات في المشهد السياسي تؤكد أن المقبل على لبنان لا يتعلق بانتخاب مجلس نيابي فحسب إنما يطرح جدلية تاريخية مفادها أين سيكون لبنان في السنوات الآتية في المنطقة والعالم وأي خيارات تنتظر مكوناته أكد الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري والمرشح للانتخابات البرلمانية لبنانية أسامة سعد أكد حصول الانتخابات في موعدها بالرغم من حصول بعض الحوادث مشددا خلال مقابلة مع الميادين على أن التغيير هو مطلب كل الشعب اللبناني بالتالي أنا أؤكد أن الانتخابات حاصلة في موعدها بده يحصل أحداث وبده يحصل بعض التوترات نأمل أن يكون الخطاب متوازنا سلميا بعيد عن التوتير الطائفي المذهبي السياسي خطاب يعني عقلاني نأمل أن تسير الأمور بهذا الاتجاه هذا استحقاق دستوري ديمقراطي يجب أن يحصل قسم القانون الانتخابي الذي جرت بمجبه انتخابات عام 2018 نيابية محافظة الجنوب إلى ثلاث دوائر نتعرف إلى دائرة الجنوب الأولى وما قاعدها في هذا العرض لملك خالد أهلا بكم بحسب قانون الانتخابات النسبي في لبنان دائرة الجنوب الأولى تضم دائرتين صغريين هما صيدة وجزين يبلغ مجمل عدد المقاعد في هذه دائرة خمسة مقاعد في صيدة مقعدان للطائفة السنية وفي جزين ثلاثة مقاعد اثنان للطائفة المارونية ومقعد واحد لطائفة الروم الكاثوليك عدد المرشحين في هذه الدائرة بلغ 42 سطاع 29 منهم الاندمام إلى لوائح انتخابية فيما خرج الباقونة تلقائيا من دائرة المنافسة دائرة الجنوب الأولى سجلت سبع لوائح انتخابية هي الاعتدال قوتنا صوت التغيير قادرين نحن التغيير ننتخب للتغيير ووحدتنا في صيدة وجزين النواب الذين أعادوا ترشيح انفسهم في هذه الدائرة أربعة هم نائب كتلة التنمية والتحيير براهيم سمير عزار نائب عن المقعد الماروني في جزين نائب تنظيم الشعبي الناصري أسامة سعد عن المقعد السني في صيدة نواب التيار الوطني الحرزي هذا أسود عن المقعد الماروني وسليم خوري عن مقعد الروم الكاثوليك وكلهما في جزين بطبيعة الحال فيما ستغيب النائب باهية الحريري للمرة الأولى منذ العام 92 عن الندوة البرلمانية بعد انتزامها بقرار رئيس الوزراء السابق سعد الحريري عدم ترشح احتيار المستقبل للانتخابات النيابية الى فلسطين المحتلة حيث عقدت ندوة نداء القدس بين بيت لحم والقدس المحتلة بمشاركة شخصيات دينية وسياسية تضامنا مع القدس وتنديدا بممارسات الاحتلال بحق الفلسطينيين مسلمين ومسيحيين المجتمعون شددوا على ان حي الشيخ جراح ما هو الا صورة تتكرر في كل الاحياء المقدسية ضمن مخطط اسرائيلي للهيمنة على مدينة القدس وتهويدها واكدوا ان الشعب الفلسطيني لا يمكن ان يفرط في قدسه واقصاه باسم شعبنا الفلسطينيين ننادي فلسطين كلها أرضنا بشهادة التاريخ والحاضر وبهتمان الدماء الزكية والأرواح الطاهرة لشهدائنا ونضالات أبائنا وتضحيات أبنائنا وستبقى راية الكفاح الفلسطيني مرفوعة حتى التحرير وهو لا بدآت وغير بعيد هذا نداء القدس فليعلن كل حر وشريف نداءه وإننا من القدس وفلسطين وإليها وهي حرة وعزيزة عائدون عائدون رئيس أساقفة صوبستيا للروم الأرثوذوكس المطران عطالة حند دعا خلال الندوة إلى الوحدة لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية القضية الفلسطينية ليست قضية الفلسطينيين لوحدهم وإن كانت قضيتهم بالدرجة الأولى بل هي قضية الأمة العربية الواحدة من المحيط إلى الخليج أقول للعرب جميعا عندما تدافعون عن القدس وعن فلسطين أنتم تدافعون عن أنفسكم لأن من يتآمر على فلسطين هو متآمر عليكم دافعوا عن هذه القضية التي هي قضية حق وعدالة من جانبه شدد عضو اللجنة المركزية في حركة فتح بازكي على أن القدس هي مركز الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي داعيا إلى تصعيد العمل المقاوم أنا أرى أن الوحدة لن تتم في ظل هذه الزعمات القائمة لأننا بلا قيادات حقيقية تدرك أن القضية المركزية أو أهم مرتكز للقوة هي الوحدة إنما أدعو إلى تصعيد النضال وحينما يكون هناك نضال صاعد كما عملنا لانتفاضة 87 أسقطنا فيها حازز الرؤب بالحجر علينا الآن أن نمأل في رفع وتيرة المقاومة هذه المقاومة هي التي تجمعنا والرخاء هو الذي يفرقنا وفي صنعاء انطلقت فعاليات مؤتمر فلسطين قضية الأمة المركزية وتأكيد للموقف اليمني الثابت من فلسطين وشعبها تقرير أحمد عبد الرحمن فلسطين قضية الأمة المركزية عنوان هذا المؤتمر العلمي الذي انطلق في العاصمة اليمنية صنعا بمشاركة يمنية رسمية وأخرى عربية وإسلامية واسعة والهدف إظهار مظلومية الشعب الفلسطيني السلام على اليمن وعلى شعب اليمن السلام على شهداء اليمن وعلى شهداء فلسطين بالسلام على الشهداء أطل الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين على الحضور في قاعة المؤتمر الذي عده دليلا إضافيا على انحياز اليمن وشعبه لفلسطين باقي اليمن بإرادته وعنفوانه وصمود أهله وشعبه يقف مساندا ومدافعا عن القضية الفلسطينية مفت الديار اليمنية مع رئيس حكومة الإنقاذ أكد على موقف اليمنيين الثابت وهو الموقف الذي يدفعون ثمنه اليوم بالحرب والحصار عليهم لا يفعل أحد ما يجري على الشعب اليمني من حصار وحرب ظالمة نتيجة هذا الموقف حركة المقاومة تبدأ من طهران وبغداد ودمش وبيروت وصنعاء بطبيعة الحال وكذلك غزة تأكيد لمركزية القضية الفلسطينية ودور المقاومة في التحرير وإشادة بالموقف اليمني وصموده وتضحياته ودعوات إلى دعم الشعب الفلسطيني نلتق اليوم في هذا المؤتمر المبارك لنعلي صوت القدس صوت فلسطين عالياً ونؤكد أنها لازالت قضية الأمة العربية والإسلامية المركزية نحن معنيون في هذا المؤتمر أن نوجه اهتماماً لدعم كل حركات المقاومة أطالبكم بقرار أو توصي أو سموها ما شئتم بتشكيل صناديق رسمية وصناديق شعبية لدعم الشعب الفلسطيني فعاليات المؤتمر تتواصل خلال الأيام الثلاثة المقبلة لبحث ثمانية محاورة تتصل بمراحل نشأة الكيان المحتل وأساليبه في استهداف الأمة ودور بريطانيا وأمريكا في بنائه وأبعاد الصراع بين التطبيع ومحور المقاومة أحمد عبد الرحمن صنع الميادين أعرب الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم في حديث إلى الميادين عن تضامنه مع مسيحي فلسطين بعدما قيد الاحتلال إمكانية وصولهم إلى كنيسة القيامة تصريح قاسم أتى خلال زيارة وفد من حركة حماس للقادة المسيحيين في غزة لمراسبات الأعياد هذه الزيارة من حركة حماس إلى الأشقاء المسيحيين هنا في قطاع غزة لأننا تضامنا معهم بعد أن منع الاحتلال الوصول أعداد كبيرة منهم إلى الأماكن المقدسة وأيضا قيد أعداد الوصول إلى الكنائس هناك وأيضا لتهنئتهم بهذا العيد ولتأكيد الصورة الموجودة بأن الشعب الفلسطيني هو شعب واحد مواحد بكل أطيافه وكل تشكلاته مع تمنيت أن تأتي الآياد المسيحية والإسلامية القادمة قد تحققت أهداف شعبنا بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة قباطية جنوب جنين هذا وأفدت مصادر محلية بأن ثلاثة فلسطينيين أصيبوا برصاص قوات الاحتلال واعتقل أثنان آخران خلال تصديهم لاقتحام مخيم عقبة جب جنوب مدينة أريحة فيما أصيب ستة فلسطينيين خلال تصديهم لقوات الاحتلال قرب الحاجز الشمالي لمدينة قلقيليا واعتقل الاحتلال شابين من قرية تل جنوب غربي نابلس أكد الأسير الفلسطيني المضرب عن الطعام خليل عواودة أن وضعه الصحي في تراجع مستمر وفي رسالة وجهها عبر محاميه أكد عواودة أنه بعد 54 يوما من الأضراب بدأ يعاني من أعراض صحية خطرة كفقدان التوازن وصعوبة في الرؤية وتقي الدم مشيرا إلى أنه لمفاوضات أو حلول جدية بشأن قضية إنهاء اعتقاله الإداري وشددا على أنه في الأضراب النصر بضعف الأجساد لا بقوتها رفض فلسطيني واسع لمماطلة الأنروا في إعمار المنازل المدمرة في العدوان الأخير على غزة فضلا عن رفض تصريحات المفاوض العام للأنروا بإحالة خدمات الوكالة إلى هيئات دولية متعددة التفاصيل في تقرير حمد غارم تشتعل نار الغضب في قلوب أصحاب المنازل التي دمرها الاحتلال خلال العدوان الأخير بفعل مماطلة الأنروا كما يقولون في البدء بإعادة إعمار منازلهم برغم توفر الأموال اللازمة لذلك ما دفعهم إلى الاحتجاج والتصعيد على بوابات المؤسسة الأممية في غزة أنا متشتت لأنه إحنا ما فيش إلنا مأوى نعيش فيه إحنا منقالب بمأوى نفس المأوى اللي كنا إحنا سكنين فيه إحنا إيه الزنبنا إيه الزنبنا إنه إحنا نرتم في الشوارع الفصائل الفلسطينية تعبرت عن رفضها المطلق لأفكار المفاوض العام للأنروا بشأن إحالة خدمات الوكالة إلى هيئات دولية متعددة لكون ذلك يشكل خطورة بالغة على حق عودة اللاجئين نرفض بالمطلق إحالة عمل الأنروا إلى عدد من الهيئات الدولية لما لذلك من خطورة بالغة على قضية اللاجئين وخطورة بالغة على المضمون السياسي لقضية اللاجئين وحق العودة والقرار 194 تفكيك الأنروا واعتبارها جهة مشرفة فقط وكالة الغوثي قالت إن الأوضاع المالية للأنروا خطيرة جدا وإن تصريحات مفوضها ليس لها علاقة بالتفويض الأممي وإن الأنروا تسعى للشراكة مع مؤسسات كبرى تستطيع المساعدة القضية أن الأنروا تبحث عن شراكات مع منظمات أممية شقيقة لديها إمكانيات كبرى وهذا حدث في سوريا وفي لبنان الأوضاع المالية تزداد الصعوبة توجهات المانحين لم تعد كالصابقة الأنروا أصبحت أكثر عرضة للتغيرات السياسية وكانت الأنروا قد قلصت جزءا من مساعداتها ولسيما الغذائية خلال السنوات الماضية بفعل أزمة مالية كبيرة تعصف بها ويؤكد اللاجئون رفضهم أي إجراءات وخطوات من شأنها الامتقاص من حقوقهم المشروعة والمس بشرعية التفويض الأممي الممنوح للأنروا لاعتبارها شاهدا على قضية اللجوء أحمد غانم غزة الميادين مجلس الأمن الدولي يجري نقاشا فصليا بشأن القضية الفلسطينية بسط توتر متصاعد منذ بداية شهر رمضان المبارك وقبله تقرير نزار عبود منصق التسوية في الشرق الأوسط تور وينسلاند اتهم في تقريره الشهري الجانب الإسرائيلي بقتل وجرح عشرات الفلسطينيين وهدم المزيد من منازلهم واقتحام مساكنهم ومخيماتهم والاستمرار في استيطان أراضيهم ودعا إلى العودة للتهدئة وتفادي الصدام الذي قد يهدد المنطقة لكن الجانب الأمريكي الذي يقدم كل الدعم لأوكرانيا ولي إسرائيل يستنكر أي رد فلسطيني على العدوان الولايات المتحدة تدين الهجمات الصاروخية من غزة وجنوب لومنان من جانب جماعات مسلحة تسعى لاستغلال الوضع في القدس خدمة لمصالحها الضيقة مندوب فلسطين ألقى باللوم على مجلس الأمن الذي يحجم عن تطبيق قراراته في تماد الاحتلال في جرائمه أليس صحيحا أن عدم تحدي الحصانات الإسرائيلية للمحاسبة كان السبب الرئيس لاستخفافها بالقانون الدولي أما مندوب إسرائيل فاعتبر أن كل الإرهاب في المنطقة إيراني المصدر وألحى في طلب جعل النقاش يتمحور على مشاريع إيران النووية بدلا من القضية الفلسطينية لكن إيران حجرت بوضوح الجهة التي تهدد سلام المنطقة والعالم إن أي تدنيس أو تلويث للأماكن الإسلامية المقدسة هو إذاء لمشاعر المسلمين في مختلف أنحاء العالم ولا يجوز تحمله وأننا نحذر من مخاطر هذا التصعيد المستهتر بإثارة المشاعر الدينية الدول الغربية لا تكتفي بتغطية جرائم المحتل الإسرائيلي وتبريرها بل تصر على زج تسمية جبل الهيكل على الحرم الشريف في كل البيانات التي يحاول مجلس تصدارها ويفشله وهو مؤشر لا يقبل التأويل حول حقيقة مواقفها وعواطفها نزار عبود الأمم المتحدة نيويورك الميادين هذه النشرة مستمرة لكن بعد الفاصل أهلا بكم من جديد حذر وزير الخارجية روسي سرغيل أفروف من خطر حرب عالمية ثالثة وفي مقابلة مع التلفزون الروسي الرسمي أكد أن موسكو ستواصل محادثات السلام مع كيفا التي اتهمها بالتظاهر بالتفاوض منشآت التخزين في غرب أوكرانيا تم استهدافها أكثر من مرة من قبل القوات الروسية حلف شمال الأطلسي في واقع الأمر منخرط في حرب مع روسيا عبر وكيل وهو يسلح ذلك الوكيل وأن روسيا تعمل على إبعاد خطر نشوب صراعات نووية على الرغم من المخاطر العالية في الوقت الرهن وتريد تقليل كل الفرص لتصعيد مثل هذه المخاطر رئيسة المفوضية الأوروبية إرسولا فوندرليين أكدت خلال كلمة لها في حوار ريسينا المنعقد في نيودلهي أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تمثل ذهديدا كبيرا لأمن أوروبا وأضافت أن الحرب لن تحدد مستقبل أوروبا فحسب بل ستؤثر أيضا على بقية العالم في أوروبا نرى أن العدوان الروسية يمثل تهديدا مباشرا لأمننا وسنتأكد من أن العدوان غير المبرر ضد أوكرانيا سيكون بمثابة فشل استراتيجي كما أن ما يحدث في أوكرانيا سيكون له تأثير على منطقة المحطين الهندي والهادئ يجب على البلدان التي عانت لعامين من جائحة كورونا أن تتعامل الآن مع ارتفاع أسعار الحبوب والطاقة والأسمدة كنتيجة مباشرة لحرب بوتين فالحرب لن تحدد مستقبل أوروبا فحسب بل ستؤثر أيضا بعمق على بقية العالم ويصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطوني جوتيريش إلى موسكو اليوم لمناقشة الوضع في أوكرانيا ومن المقرر أن يلتقي جوتيريش الرئيس الروسي فلادمير بوتين ووزير خارجياته سيرجي لافروف لمناقشة خطوات تهدف إلى إحلال السلام بين روسيا وأوكرانيا ومن المتوقع أن يتوجه جوتيريش من موسكو إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني فولاديمير رازيلينسكي ومن المرتقب أن يعقد اليوم في قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا اجتماع لأكثر من أربعين دولة تنظمه الولايات المتحدة بهدف إجراء مباحثات دفاعية بشأن الوضع العسكري في أوكرانيا الاجتماع الذي يحضره وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن يهدف إلى مساعدة كييف على التصدي للتقدم الروسي في الشرق الأوكراني عبر جعل الدعم بالأسلحة الثقيلة والطائرات المسيرة والذخائر متزامنا ومنسقا وفق ما نقل رئيس وهيئة الأركان الأمريكية المشتركة مارك ميلي وفي تصريحات صحفية قال ميلي أن الأسبوع المقبلة ستكون حرجة للغاية هدد وزير الدفاع البريطاني باستخدام الأسلحة النووية لحماية حلف النيتو ضد روسيا وقال وزير الدفاع البريطاني بن ورس أن بعض الصواريخ موجود تحت الماء وأن البحرية البريطانية مستعدة لإطلاق أسلحة نووية إذا لزم الأمر وأضاف أن على روسيا لا تنسى ذلك فهو أهم وأقوى رادع بالنسبة إلى الرئيس الروسي على حد تعبيره رد نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مشيرا إلى أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ليست حربا خاطفة ورأى بوليانسكي أن تصريحات أنتوني بلينكين متناقضة للغاية لا أعتقد أننا فشلنا بصراحة نحن ندير عمليتنا العسكرية ليست حربا إنها عملية عسكرية لها استراتيجيتها الخاصة وأهدافها الخاصة لم يكن المقصود منها أن تكون حربا خاطفة لا أعلم ربما كان شيئا يتخيله الوزير بلينكين من الصعب جدا حقا التعليق على تصريحات الوزير بلينكين لأنها متناقضة للغاية وكان بلينكين قد قال أن روسيا فشلت في تحقيق أهدافها في أوكرانيا داعيا إلى إنهاء الحرب والعمليات العسكرية التي تشنها موسكو ضد كييف وخلال مؤتمر صحفي عقده مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في ختام زيارته مع أوكرانيا أشار بلينكين إلى أن الدبلوماسيين الأمريكيين سيعودون إلى كييف هذا الأسبوع كما أعلن عن حزمة من المساعدات العسكرية المباشرة وغير المباشرة بقيمة 700 مليون دولار مرة أخرى هذا جزء من الرمزية لكنه أيضا جوهري جدا وكذليل الإضافي على التزامنا أعتزم الإعلان عن عودة دول ماسيين إلى أوكرانيا أعتقد أننا سنبدأ على الأرجح في الفيف ثم ننتخل إلى كييف قد يستغرق ذلك أسابيع قليلة سيعلن الرئيس عن نيته ترشيح بريجيد برينك سفيرة لنا في أوكرانيا أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن 40 موظفا في البعثات الدبلوماسية الألمانية في روسيا هم أشخاص غير مرغوب فيهم وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل وفي بيان أشارت الخارجيات الروسية إلى أن الإعلان سلم على شكل مذكرة للسفير الألماني في موسكو أندرياس فوتكير بعد استدعائه من قبل الوزارة كرد متماثل على إجراء مماثل على القرار الصادر عن الحكومة الألمانية في سابقة هي الأولى من نوعها سجل الإنفاق العسكري المالي أرقاما قياسية وفق ما كشف معهد ستوكولم الدولي لأبحاث السلام فماذا يعني هذا التسليح في عالم مضطرب تعصف به الأزمات ولماذا لم يتأثر مسار التسليح بتبعات كورونا لا أزمات اقتصادية ولا كوارث صحية تقف عائقا أمام إنفاق عدد من الدول بشكل هستري على ميزانياتها العسكرية بالنسبة لهذه الدول السلاح كالغذاء من حيث الأهمية إن لم يكن أهم في كثير من الأحيان فللمرة الأولى في التاريخ يتجاوز الإنفاق العسكري العالمي تريليوني دولار في عام 2021 تتصدر الولايات المتحدة والصين والهند وبريطانيا وروسيا الدول صاحبة الميزانيات العسكرية الأكبر وتستحوذ هذه الدول وحدها بحسب معهد ستوكولم الدولي لأبحاث السلام على 62% من حجم الإنفاق العالمي نمو مستمر للإنفاق العسكري يسجل حتى في خضم تداعيات الاقتصادية لوباء كورونا حيث مثلت الحروب الدافعة الأولى لزيادة الإنفاق فأوكرانيا تحولت إلى ساحة تستخدمها شركات الأسلحة الكبرى لتصويق منتجاتها تماما مثل ما حدث سابقا في سوريا الولايات المتحدة تنفق وحدها نحو 40% من حجم الإنفاق العسكري في العالم وهو الثمن الطبعي الذي تدفعه أمريكا حتى تكون دولة عظمة لها تأثير على الساحة الدولية فالجانب الأكبر مما تبذله واشنطن من وقت وجهد ومال يتم إنفاقه لتأكيد الهيمنة الأمريكية حجم ضخم من الأموال يخصص للإنفاق العسكري يعني ببساطة سرقة أحلام أطفال العالم والأجيال المقبلة وعلى المواطنين الاستعداد للتخلي عن بعض الرفاه فيما تستعد حكوماتهم لنقل الأموال من صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية إلى حسابات شركات الأسلحة أعلن رئيس كوريا الشمالية اتخذ خطوات سريعة لتعزيز وتطوير الأسلحة النووية وفي كلمته خلال حضوره عرضا عسكريا تعهد الرئيس الكوري الشمالي بمواصلة تعزيز القدرات النووية لبلاده بأسرع وتيرة أدان مكون الحراك الجنوبي اليمني المشارك في مؤتمر الحوار الوطني تصريحات السفير السعودي لدى اليمن محمد بن سعيد الجابر بشأن القضية الجنوبية ودعم ما يسمى مجلس القيادة الرئاسي واعتبر مكون الحراك الجنوبي أن ما تمخض عن اجتماعات السفير السعودي مع مسؤولين أمريكيين وأمميين هو مؤمرة لتغذية اغتتال اليمنيين في المحافظات الجنوبية والشرقية المكون رأى أن دول التحالف تبيعوا اتباعها الوهم لتمرير مخططات خبيثة ونهب خيراتها وثرواتها وشدد الحراك على عدم السماح بالمساس بعدالة وسلمية القضية الجنوبية وفرض وكلاء بقوات السلاح جدد رئيس الوفد اليمني المفاوض محمد عبد السلام تحذيره من استمرار الحصار ودوره في إعاقة عملية السلام وفي تغريدة عبر توتر رأى عبد السلام أن استمرار إغلاق مطار صنعاء وعدم السماح بتسير الرحلات المتفق عليها فضلا عن عرقلة السفن تعد تعنطا واضحا يثبت عدم جدية دول التحالف في أحلال السلام وزير الدفاع في حكومة صنعاء لواء محمد العاطفي قال إن هناك مؤمرة واتفاقا رسبيا مع دول التحالف السعودي لتسليم اليمن للكيان الصهيوني وللدول الغربية داعم له مقابل بعض المطالب وخلال زيارته غرفة العمليات المشتركة لرصد خروقات التحالف في محافظة الحديدة أكد العاطفي أن صنعاء جهزة للسلام المنصف والعادل كما هي جهزة للتصدي للأعداء مشيرا إلى أن الجيش اليمني واللجان الشعبية ملتزمون بالهدنة رغم الخروقات المتواصلة للتحالف تصدت القوات الأمنية العراقية لهجوم شنه تنظيم داعش على قرية الدكشمان تابعة لناحية الرشاد جنوب غرب كاركوك وكانت قوات الحشل الشعبي والجيش العراقي قد تصدت لمحاولة تسلل للتنظيم في قضاء الدجيل التابع لمحافظة صلاح الدين وتمكنت من قتل المجموعة وأسر أحد أفرادها وهو يحمل حزاما ناسفا فيما يواصل الحشل الشعبي ملاحقة وتدمير أوكار التنظيمات الإرهابية ومضافاتها في مناطق متفرقة ندد منذوب سوريا لدى الأمم المتحدة بصام صباغ بالهجمات الإسرائيلية على بلاده وعلى الفلسطينيين وطالب مجلس الأمن الدولي بعقد جلسة خاصة وعاجلة لبحث الوضع في الجولان المحتل تطالب الجمهورية العربية السورية مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته بشكل عاجل ووضع حد للاحتلال الإسرائيلي وممارساته العدوانية ومساءلة سلطاته عن هذه الجرائم وضمان عدم إفلاتها من العقاب تعيد الجمهورية العربية السورية التأكيد على تمسكها الراسخ بحقها باستعادة كامل الجولان السوري المحتل منذ حزيران عام 1967 بجميع الوسائل المتاحة التي يكفلها القانون الدولي باعتباره حقا أبديا لا يسقط بالتقادم جبهة سياسية تونسية لمواجهة الرئيس التونسي وقراراته يترأسها يسري وحركة النهضة أبرز مكوناتها تقرير مراد دالنسي معطا جديد يدخل على خط المشهد السياسي المتوتر في تونس المعارضة بمختلف أطيافها تسارع الخطى لتشكيل جبهة سياسية أطلقت عليها جبهة الخلاص الوطني تضم كل المعارضين للرئيس قيس سعيد ومشروعه من إسلاميين وناشطين يساريين وديمقراطيين نريد خلاص تونس من الدكتورية من الانهيام نريد عودتها إلى الديمقراطية نريد عودتها إلى تأدنم الإسدهار جبهة واجهت انتقادات من الرئيس نفسها الذي وصف مكوناتها بخصوم الأمس وأنهم التقوا من أجل العبث بمصلحة تونس فيما شكك أنصار مصاري الخامس والعشرين من جويليا في نجاحها رغم أن عدة أحزاب عبرت عن رغبتها بتوحيد الصفوف ضد قرارات الرئيس شفنا سيد أحمد نجيب الشابي قبل الأعلان عن هذه المبادرة اللي يريد أن يبعث بها حكومة موازية غير شرعية وبدون مشروعية التقى بسفير فرنسا والتقى بالعديد من السوفر الأجانب وكان له العديد من اللقاءات يعني هناك اشتباهات كبيرة في هذه المبادرة تعتزم هذه الجبهة السياسية الوليدة التي تقودها شخصية يسارية وتمثل النهضة أبرز محركاتها خوض تحركات ميدانية وأطلاق حوار وطني من دون قيس سعيد والدعوة إلى حكومة إنقاذ مستفيدة من الأزمة المالية المستفحلة وقرارات رئيس الدولة التي اعتبرت تكريسا للحكم الفردي يمضي الرئيس والتونسي في تنفيذه خارطة الطريق بالرغم من التحركات المعارضة في ظل دعوات من أنصاره إلى أطلاق حوار وطني حقيقي يقصي من اعتبر مسؤولين عن فشل السنوات الماضية مراد الدلنسي تونس الميدين قالت منظمة العفو الدولية إن قرار الحكم المؤبد المشدد بحق المعارض التركي عثمان كافالا والمتهمين معه ضربة قاسمة للعدالة ولكل من يؤمن بحقوق الإنسان في تركيا وخارجها وفي بيان لها وصفت المنظمة القرار بالمسرحية ذات الدوافع السياسية مؤكدة أنها ستواصل المطالبة بالإفراج الفوري عن كافالا والمتهمين الآخرين أثناء استئنافهم ما وصفته بالأحكام الوحشية هذا ونفذ ناشطون معارضون وقفة احتجاج أمام المحكمة في اسطنبول بعد صدور قرار السجن لكافالا تمكن الرئيس الفرنسي أمانويل ماكرون من تشكيل اتلاف واسع ليمين الوسط يضم الأحزاب الصغيرة بما في ذلك حزب الجمهوريين المحافظ وأظهر استطلاع أجراه معهد هاريس انتر اكتف أن معسكر ماكرون سيحصل على ما يراوح بين 326 و366 مقعدا وهو ما يمثل أغلبية مطلقة في الجمعية الوطنية المؤلفة من 577 مقعدا هذا وسيحصل معسكر أقصى اليمين على ما بين 117 و147 مقعدا في حين ستحصل الأحزاب التي تميل إلى اليسار على ما بين 73 و93 مقعدا أعرب البيت الأبيض عن قلقه من قوة تأثير وسائل التواصل الاجتماعي بعد الإعلان عن توصل إيلون ماسكا إلى اتفاق مع مجلس إدارة شركة تويتر على شراء المنصة الاجتماعية بنحو 44 مليار دولار وفق ما أعلنت الشركة وبهذا الاتفاق يكون مالك مجموعة تسلا ورجل الأغنى في العالم قد أصبح مالكا للمنصة التي يعتبرها الساحة الرقمية العامة الحيوية لمستقبل الإنسانية تلقى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تهديدا قضائيا بالتغريم المالي بسبب تقاعسه عن تقديم مستندات تتعلق بالتحقيق في أنشطاته التجارية ووجه قاضي إلى ترامب تهمة ازدراء المحكمة لعدم تقديمه الوثائق المطلوبة كاملة في الموعد المحدد في محاولة منه لإلغاء التحقيق وأمر القاضي بتغريم ترامب عشرة ألف دولار يوميا إلى أن يمتثل لطلب المحكمة من جهتها رفضت محامية ترامب ألينا هابا قرار المحكمة وقالت أن ترامب يعتزم الطاعن فيه أكد وزير الخارجية الكوبي برينو رودريغيز أن الولايات المتحدة قررت استبعاد كوبا من الاستعدادات لقمة زعماء المنطقة مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تضغط على الحكومات الإقليمية لمنع كوبا من المشاركة في قمة الأمريكيتين في لوس أنجلس أدعو وزير الخارجية أنتوني بلينكين ليقول بطريقة صادقة ما إذا كانت كوبا ستدعى إلى القمة التاسعة للأمريكيتين أم لا سيكون من المفاجأ أن يتخلى الرئيس جو بايدن عن سياسة الحكومة التي كان فيها نائبا للرئيس وسيكون الأمر أكثر إثارة ودهشة إذا ابتعد عن سياسة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب الذي دعا كوبا أيضا إلى قمة ليما سيتعين عليه أن يشرح لناخبه لا يحق للبلد المضيف للقمة فضل استثناءات تعصفية قال المتحدث باسم الجبهة الشعبية لتحرير تيجري أن قوات الجبهة انسحبت بشكل كامل من إقليم عفار المجاور في إثيوبيا ونقلت رويترز عن جيتاتشو ريدا قوله أنه يأمل أن ييسر ذلك وصول المساعدات الغذائية التي تشتد الحاجة إليها في تيجري يخطط الإيرانيون للمشاركة في استضافة جزء من جماهير كأس العالم لكرة القدم في جزيرة كيش الإيرانية تقرير أحمد البحراني يقول الإيرانيون أن تنظيم كأس العالم لكرة القدم في قطر حدث كبير ستشهده المنطقة وأنهم على أهبة الاستعداد للمشاركة فيه وبكامل إمكانياتهم والمباحثات التي جرت خلال زيارة الرئيس إبراهيم رئيسي الدوحة قبل أسابيع مهدت الطريق لتعاون إيراني قطري جاد لتحقيق هذا الهدف بعد زيارة الرئيس الإيراني قطر جرى توجيه كل الوزارات المعنية رسميا بحسب طبيعة مهماتها لقد اتفقنا مع قطر على استضافة جزء من السياح الأجانب في فترة كأس العالم ولتسهيل ذلك أعلمنا إلغاء تأشيرات الدخول إلى إيران ووقعنا الكثير من وثائق التعاون في مجال الرحلات الجوية مع القطريين إنها جزيرة كيش محور الدعم الإيراني لكأس العالم في مجالات الإقامة والنقل الجوي والبحري للسياح جزيرة تبلغ مساحتها تسعين كيلو مترا مربعا تضم أكثر من خمسين فندقا ومطارا دوليا وعشرات الحدائق والمناطق السياحية فما هي حضوضها في استقطاب جماهير كأس العالم؟ لا شك في أن الإمكانات التي تتمتع بها كيش برغم أنها لا تقارن بتلك الموجودة في الدوحة قادرة على جذب نسبة من جماهير مباريات كأس العالم وهذا سيمهد الطريق لتعزيز بنياتها التحتية مستقبلا في مجالي السياحة والرياضة وتعتبر كيش من أبرز أقطاب إيران السياحية وأكثرها تطورا وحداثة وقربها من قطر قد يجعلها محطة لإقامة الآلاف من سياح المونديال وبأسعار زهدة لا يريد الإيرانيون توفيت فرصة المشاركة في كأس العالم ولو جزئيا فحدث رياضي ضخم كالمونديال قد لا يقام قرب حدودهم وفي بلد صديق سوى لمرة واحدة مدى الحياة؟ أحمد البحراني طهرون الميادين وقبل الختام هذا تذكير بأبرز عنوين النشرة وتبين للأمريكيين أن زيادة خنق لبنان في هذه المرحلة مطلوبة نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم يؤكد للميادين أن الانتخابات اللبنانية حصيلة في موعدها المقرر وأنه لا يوجد سبب لتأجيلها لقاء نداء القدس في بيت لحم والقدس المحتلة ومؤتمر فلسطين قضية الأمة المركزية في صنعاء يؤكدان الوحدة ضد الاحتلال ورفض التطبيع لفروفا يؤكد أن موسكو تسعى لتقليل مخاطر النشوب حرب النووية واجتماع مرتقب لأربعين دولة في ألمانيا بتنظيم أمريكي لتنسيق دعم كييف صنعاء تفرج عن طاقم السفينة الإماراتية تلبية لبساطة عمانية وتؤكد جاهزيتها للسلام المنصف والعادل كما جاهزيتها للتصدي في أول التعليقات الرسمية البيت الأبيض يعرف عن قلقه من قوة تأثير منصات التواصل الاجتماعي بعد الإعلان عن شرائه إيلون ماسكا موقع تويتر وللمزيد من الأخبار والتقارير زروا موقعنا على الانترنت الميدين دوت نات باللغات العربية والإنجليزية والإسبانية شكرا للمتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة